بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أخوتي أخوات المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر الرياء هو أن تعمل العمل لأجل أن تحمد عليه بعض الناس وللأسف ينهمك في عمل الخير ويشتهر فيه ولكن لا يكسب منه شيئا لأن الله سبحانه وتعالى أولا يريد مننا أن يكون العمل خالصا كما ورد في حديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة الإنسان عليه أن يحافظ على عمله بأن تكون نيته لله سبحانه وتعالى لذلك أيها الأحبة ما هو الرياء الرياء أن الإنسان يعمل ذلك العمل لأجل نفسه أو لأجل العمل لا لأجل الله سبحانه وتعالى مثلا قد ترى إنسان يعطي الصدقات للفقراء ولكن ما هو الهدف من ذلك مرة الهدف هو أعانة الفقير لأن الله سبحانه وتعالى أوصى بذلك وهذا هو الصلاح وهذا هو ما يحبه الله سبحانه وتعالى ومرة يساعد الفقير لإشباع رغبة وغريزة نفسية هو يريد ذلك أن يقال عنه أنه كثيرا ما يعين الفقراء وهذا الرياء أيها الأحبة في كل المستويات ولكن أشده في العبادة يفسد العبادة أن الإنسان إذا وقف في الصلاة طبعا ينوي يقول أصلي هذه الصلاة قربة إلى الله تعالى ولكن إذا وضع نية أخرى مع هذه النية خالطها بنية أخرى يحب أن تراه الناس خاشعا أو ترى قراءته قراءة صحيحة فتكون هذه النية بنية غير مشروعة وهذا هو عين الرياء لأن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا ما كان خالصا لوجهه لذلك أيها الأحبة ولا نعني بذلك أن كل عمل يكون على المستوى العلني هذا الرياء لا بل قد تكون كثير من الأعمال الجهرية والعلنية أعمال مباركة قد تكون من قبيل أن الإنسان يريد أن يحف الناس على عمل الخير لذلك يظهر لهم هذا العمل نحن نخص بالرياء من أراد أن يصرف وجوه الناس إليه ليقال عنه أنه منفق أو أنه مصلي أو أنه هكذا لذلك أيها الأحبة ورد على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سؤل قيل يا رسول الله من نجات؟ قال أن نجات أن لا تخادعوا الله فيخدعكم وكيف نخادع الله يا رسول الله؟ قال أن تقبلوا على عمل الخير لأجل أنفسكم وهذا هو الرياء وكذلك ورد عنه أنه قال صلى الله عليه وآله أن المراء يدعى بأربعة أسماء يوم القيامة يا فاجر يا كافر يا خاسر يا ماكر فقد حبط عملك وضاع أجرك فاخذ أجرك ممن عملت له وكذلك أيها الأحبة سئل الإمام الباقر عليه السلام قيل يا ابن رسول الله إن الإنسان يعمل عمل الخير فيراه الناس فيفرح لذلك فهل هذا هو الرياء؟ قال لا ما من مؤمن عمل عملا صالحا إلا وأحب أن تراه الناس لكن إذا كان عمله لأجل أن يراه الناس ذلك هو الرياء نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وعباداتنا أعمالا صالحة وخصوصا في هذا الشهر المبارك لابد أن نحرص في دعائنا في قيامنا في صيامنا أن يكون لوجه الله نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم قبول الأعمال الصالحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة